يمكن هسيبكم مع بعض المشاهد تشوفوا بعينيكم اللي بيحصل هناك على الأراضي الفلسطينية وييجي يقولك أصلاحنا عاوزين إدارة دولية ضم شركة مصرية، سعودية، أردنية، أمريكية، أوروبية عاوزين يصفوا القضية عاوزين يفضوا غزة ويعملوها مستوطنات ويفرغوا القضية من محتواها فتعزى الغزة عن الواقع الفلسطيني والدولة فلو جينا في وقت من الأوقات نقول الدولة الفلسطينية فيبقى ما خلاص كل سنة وانتوا طيبين غزة فضيت ما بقاش فيها حد دولة إيه؟ عاوزين يعزلوا غزة عن القضية عاوزين يصفوا القضية تنتهي ويبقى الدور اللي بعده الضفة الغربية ورمالة وتبقى الخريطة بتاعت بن يمين نتنياهو اللي سافر بيها على أمريكا يوري لهم الخريطة ان كلها اسمها إسرائيل وانه لا وجود لحاجة اسمها فلسطين فلما يتقال الضفة وغزة يقولوا ما فيش حاجة اسمها كده أنا معرفش غير يهوزة والسامرة تعلن جامعة الدولة العربية تنكيس الأعلام لمدة تلات أيام حداد على سقوط المئات من الشهداء والجرحة في المجزرة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في غزة الليلة العالم يقف صامتا ومصر تدفع العالم دفعا لمناصرة الإنسانية فقط العالم بيخدع نفسه العالم يعلم انه اسرائيل تقترف المجازر بقالها أكتر من 75 سنة العالم يعلم انه اسرائيل بتتبح الفلسطينيين بقالهم أكتر من 100 سنة زي ما شرحت لحضراتكم من بارح كل السخائم والبشائع والوحشية اللي اقترفتها العصابات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية من بداية القرن العشرين كل اللي عملته شتيرن كل اللي عملته أراجون كل اللي عمله ما أطلق عليه جيش الدفاع كل اللي عمله أريال شارونو وشامير كل اللي اتعمل طيب الأمين العام المساعد للجماعة العربية طالب بالحقيقة بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة 3 أيام على هذه الجريمة البشعة واللي ارتكبتها قوات الاحتلال بالمرضى والجرحة والمصابين عزل في المستشفى المعمداني عمدان صبق الإسرار والترسل بتتكلموا عن جرائم الحرب وسيبين الصهينة يقتلوا الناس في المستشفات الحقيقة نستاذ السفير حسام زكي يعني دائما يعني مكان يدير مثل هذه الأمور بمنتهى الزكاء والبراعة والجسارة ترجمة نانسي قنقر